موسيقى حلقة هذا الأسبوع منشير أهلا بكم متابع الآخر وأهم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم مدعوين أنتم دائما للمشاركة معانا ببرنامجنا عبر صفحة قناة الشرق على فيس بوك أو عبر صفحة البرنامج على الموقع ذاته تقدروا كمان تبع البصر حي للقناة على مدار اليوم من خلال تطبيق الشرق على الهواتف المحمولة فاصل قصير وأعود إليكم بالتفاصيل موسيقى الشعب يريد إسقاط النظام من جديد تهتف ميادين مصر وشوارع وقرى نجوع مصر المحروصة برحيل النظام العسكري بعد عشر سنوات من فورة يناير مرت بانتخابات تعددية نجح فيها أول رئيس شرعي منتخب لجمهورية مصر العربية الرئيس محمد مرسي وانتهت بانقلاب عسكري قاد عبد الفتاح السيسي قائد الإنقلاب العسكري ليعود الجماهير لتعود الجماهير من جديد إلى شوارع وميادين مصر بعدما أغلق السيسي ميادين مصر الكبرى زي ميدان القائد إبراهيم في اسكندرية وميدان التحرير في القاهرة وميدان الأربعين في السويس تحولت مصر كلها إلى ميادين وتحولت الجمهورية إلى ميادين تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي في جمعة سميت بجمعة الغضب استحضار لجمعة الغضب في 2011 التي رحل بعدها حسني مبارك غير مأسوف عليه جاءت هذه الجمعة في ذكرى دعوة الفنان محمد علي بالنزول إلى الشوارع هذه الذكرى الأولى لتظاهرات سبتمبر 2019 والتي دعا إليها الفنان والمقاول المصري محمد علي ضد عبد الفتاح السيسي ليستجيب الشعب المصري وينزل إلى الشوارع مطالبا برحيل عبد الفتاح السيسي بعد سبع سنوات من الفساد والإفساد والظلم والبلطجة والمحسوبية بعد سبع سنوات تحكم فيها عبد الفتاح السيسي والدولة العسكرية والعميقة في مفاصل الدولة المصرية فتحولت مصر وأصيبت في جميع المجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والسياحة وحياة المواطن هكذا كانت التظاهرات في أكثر من مئة نقطة على مدار إسبوعين الكل يطالب برحيل عبد الفتاح السيسي والكل يهتف برحيل عبد الفتاح السيسي كانت أيضا التغطية مستمرة على القنوات المعارضة والتي عرضت ما استطاعت من هذه التظاهرات والتي كانت حاضرة على مدار الساعة على مدار إسبوعين كاملين زادت هذه المظاهرات واشتدت يوم الجمعة الماضية أو في جمعة الغضب أما نظام عبد الفتاح السيسي فكالعادة وكما فعل نظام مبارك رد على الثوار بالخرطوش والقنابل المسيلة لدموع دعونا نتابع هذا الفيديو الذي تم تصويره في أحد القرى المصرية والبلطجية أو بلطجية الأمن المصري والنظام المصري يردون على المتظاهر الأعزل باستخدام الخرطوش والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع يظهر في هذا الفيديو لو جبنا الفيديو بالأول كده يظهر في هذا الفيديو بعض المتظاهرين بالجلبية وكانت هذه هي أيقونة التظاهرات خلال الإسبوعين الماضيين ما دعا بعض من إعلامي النظام نظام عبد الفتاح السيسي أمثال أحمد موسى والإبراشي ومصطفى بكري ولميس الحديدي التهكم على الجلبية ووصف هذه التظاهرات بأنها تظاهرات عيال وأصحاب جلبيات ليدشن الشعب المصري حملة بعنوان مليون تحية للجلبية وكأن هذه الجلبية التي تهكم عليها إعلام وأزناب عبد الفتاح السيسي سيأتي يوما وتقتلع هذا الظلم بعض من غرد في هذه الحملة أو هذا الهاشتاج حساب باسم العراب واللي قال الجلبية دي اللي خرجت لنا إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي وفاروق الباز وإحمد زويل وغيرهم الكتير والكتير والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا أخرج لنا أصحاب البدل والبكيني وهاشتاج مليون تحية للجلبية أما أحلام فردت أيضا وآلة الجلبية هتجيب حقوق الأفندية الإعلامي جمال عيد فآل المحامي والناشط جمال عيد قال أهداني صديق جلباب من 8 سنوات لم أرتدي خلالها أفكر في ارتداء اليوم فارتداءها شرف بهذه الطريقة تفاعل ما يزيد عن 43 ألف مغرد مصري على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على حملة يقطها إعلام النظام بوصم التظاهرات المطالبة برحيل عبد الفتاح سيسي بأنها مظاهرات أبو جلبية وأنها مظاهرات خرجت من بعض الأرياف أما المشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المعارضين السياسيين حرصوا على الظهور بالجلبية كما حدث على قناة الجزيرة حدث أيضا على قناة مكملين في ظهور الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والذي ظهر في أحد برامج قناة مكملين مرتديا الجلبية تضامنا مع الفلاحين في ربوع مصر والصعيدة الذين خرجوا مطالبين برحيل عبد الفتاح السيسي الزملاء أيضا في قناة الشرق تضامنوا مع المصريين في شوارع وقرى ونجوع مصر الزميل أحمد عطوان خرج في برنامج الشارع المصري مرتديا جلبية ثم خرج أيضا الزميل هشام عبد الله مرتديا جلباه في رسالة واضحة بالتضامن مع الشعب المصري والشباب الثائر أصحاب الجلبيات اللي هيرجعوا مصر للمصريين مليون تحية للشباب الثائر بن قسين مليون تحية لابو جلبية فاصلوا الكم مع نزول المصريين للشارع خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان إعلام عبد الفتاح السيسي في ورطة تقريبا نفس الورطة اللي وقع فيها الإعلام في 25 يناير لما خرج المصريين يطالبون برحيل حسني مبارك ولنا فاكرين كاميرا التلفزيون المصري اللي كانت وقفة على كبري أصر النيل وبتقول ما فيش تظاهرات والدنيا ربيع والجو بديع وعلى بعد أمطار في ميدان التحرير كان هناك مئات الآلاف يطالبون برحيل حسني مبارك نفس الكلام إعلام عبد الفتاح السيسي اللي حاول بداية تكذيب الدعوات قالوا محدش نزل فكانت الصورة هكذا على القنوات قناة الشارع المكملين الجزيرة وبعض القنوات العالمية تفضح هذه الكذبات فجاءت بعض الأقوال من إعلام عبد الفتاح السيسي أن هذه التظاهرات مفبركة فرد الثوار في الشارع النهاردة 25 سبتمبر 2020 البعض كتب وحمل لافتات عليها التاريخ والوق بدأ أيضا الإعلام يخش في المرحلة التانية وهي تقليل الأعداد فكانت الصورة كما ترون يعني هذه الصورة من شبرى الخيمة واللي عرضناها لحضراتكم على قناة الشارع يوم الجمعة اللي فاتت يظهر فيها آلاف ليس عشرات كما قال إعلام عبد الفتاح السيسي يذهب الإعلام ويلجأ للطريقة اللي بيعرفوا يعملوها كويس يمكن من المظاهرات اللي وجعتهم قوي خلينا نشوفها على الشاشة كاملة هذه المظاهرة أو هذا الفيديو من بني مظهر في المينيا لحظة إسقاط صورة عبد الفتاح السيسي والدوس عليها بالأخدار مركز بني المظهر محافظة المينيا 25 سبتمبر 2020 زي ما ظهر في الفيديو أعتقد هذا الفيديو واضح والكل شافه على مواقع التواصل الاجتماعي فكان رد إعلام عبد الفتاح السيسي اللجوء إلى التزييف والفبركة وهو ما يجيد النظام باقتدار هذا الفيديو تم نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المرات من المشاركات لهذه التظاهرة في منطقة نزلة السمان بمحافظة الجيزة يظهر في هذه التظاهرة الليلية بعض الشباب يهتف ضد حكم العسكر وصورة مكتوب عليها نزلة السمان 25 سبتمبر 2020 وكالعادة عندما تنشر هذه التظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي بيتم أخذها ونشرها على بعض القنوات لأن القنوات المعارضة ليس لها مراسلين داخل مصر يعني قناة الشر مكملين الجزيرة هذه القنوات ليس لها مراسلين داخل مصر بتعتمد بالمقام الأول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواطنين الشرفاء في نقل الصورة وما يحدث داخل مصر عرضت هذه المظاهرة على بعض القنوات لكن ليخرج بعدها إحلام النظام تحديداً قناة إكسترانيوز المملوكة للدولة أو التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي واللي قالت ما تتحكش كأننا في مظاهرة بجد مظاهرة نزلة السمان صناعة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف أكاذيب إعلام الشر إذن شركة المتحدة التابعة للمخابرات والمملوكة للدولة والتي تمول وتصرف من أموال الشعب المصري فبركة هذه المظاهرة لتظهر وكأنها مظاهرة حقيقية ويتم إزاعتها على قناة الجزيرة وقناة الشرق وقناة المكملين عشان يطلع بعدها الإعلام يطلع بعدها يوسف الحسيني يطلع بعدها أبو لمونة وكأنهم انتصروا قلت لك المظاهرة مفبركة وزيت فبرك مظاهرة طيب دي مفبركة طيب بخصوص الصورة اللي نزلوها الشباب في بني مزار طيب بخصوص أكتر من مئة نقطة تظاهر فيها المصريين خلال الأيام اللي فاتت كانت مفبركة أيضا أيضا الشباب ردوا على هذه المصرحية السخيفة التي أجدها النظام والتي اعتاد عليها النظام وخير دليل ما حدث في تظاهرات 30 يونيو عمر واكد بيقول حركة الفيديو المفبرك اللي اعترف إعلام النظام بفبركة وفرحان قوي بيه بايدينهم ويخسرهم هم قبل أي حد لأنه أولا اعتراف أن موضوع الفبركة سهل بالنسبة لهم ثانيا أخيرا أزاعوا نغمة يسقط يسقط حكم العسكر النغمة دي بيشغل ذاكرة ووجدان أي حد نفسه يتحرك وخايف وبتخليه حس أدي إيه هو مضحوك عليه أما الإعلام حسام الشرباجي فقال يوسف الحسيني وخالي الصالح فجار ومفاجأة كبيرة وعبيطة جدا أخرجوا مظاهرة مفبركة ضد سيسي وبكده المفروض 150 مظاهرة تانيين مظاهرات وهمية طيب مدرعة الشرطة اللي تولعت وهمية طيب عربيت الشرطة اللي اتكسرت وهمية طيب التلات شهداء اللي ماتوا في العيات جزء من التمثلية أسئلة مشروعة بيسألها عسام الشرباجي إهاب شيحف يقول ما هو أنت تبقى ما حصلتش الحمار لما تسمح لناس تابعك تنزل تجتمك وتتظاهر ضدك عشان تضحك عالتانيين بادي طريقة رد وتفاعل نشطها على مواقع التواصل الاجتماعي مع المصرحية البيخة اللي أنتجها الإعلام المصري والشركة المتحدة المصرية للخدمات الإعلانية للرد على تظاهرات الشعب المصري سؤال الآن هل الناس اللي نزلت الشارع في قرى وميادين مصر أيضا مفبركين وأيضا تمثيلية الناس اللي نزلت في قرى البحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والدأهلية ناس اللي نزلت في طنطة ونزلت في الجيزة ونزلت في الفيوم وبني سويف والمينيا وأسوان وأسيوت وأسوان وسهاج وإنا ناس دي كلها مفبركة ناس اللي طلبت برحيل عبدالفتاح السيسي وهتفت لا إله إلا الله السيسي عدو الله أيضا مفبركة طب المدرعة اللي اتحرقت والبوكس اللي اترامى في الترعة والناس اللي ماتت طب صورة عبدالفتاح السيسي اللي عرضناها لحضراتكم قبل شوية هنا واللي نزلها الشباب وهم يهدفون يسقط يسقط حكم العسكر كانت أيضا مفبركة إذن إعلام عبدالفتاح السيسي بعدما فشل في تكذيب ومن هذه التظاهرات يلجأ للسلاح الذي اعتاد عليه وهو سلاح التزييف والفبركة فاصلوا نكمل في أول ظهور لعبدالفتاح السيسي بعد أيام من جمعة الغضب وبعد أكتر من عشر أيام على انجلاع التظاهرات التي بدأت في 20 سبتمبر خمسة في 20 سبتمبر 2020 كالعادة ظهر عبدالفتاح السيسي بالهيئة المعهودة واللي الناس يتعودوا عليها قاعد ومد المصريين ظهروا وماسك المايكروفون وبيكلم عن إنجازاته وعن مشاريعه وعن أفعاله وبيكلم قد إيه ربنا حفظ مصر بسببه وقد إيه هو السبب في منع كوارث كتيرة عن البلد ظهر عبدالفتاح السيسي في افتتاح واحدة من المشاريع البترولية العملاقة التي وصفها الإعلام المصري زي ما جه في المصري اليوم السيسي يشهد افتتاح عدة مشاريع بقطاع البترول هذه المشاريع العملاقة التي شهتها عبدالفتاح السيسي والتي احتفى بها الإعلام المصري والتي تم تداول الأخبار تعريبا على كل وسائل الإعلام والصحف والصفحات والمؤيدين بهذا الإنجاز يعني هذه الصفحة بتقول شاهد افتتاح الرئيس السيسي مصفات الشركة المصرية لتكريل البترول في مصرد هذه المصفة أو هذه الشركة أو هذا الانتاج اللي احتفل بها عبدالفتاح السيسي بالبحث عن أصل هذا المشروع وجد أنه مملوك إلى قطر وهذا الخبر منشور على التلفزيون الروسي أو على روسيا توداي في تاريخ 2019 في 10 نوفمبر 2019 بيقول قطر للبترول تعلن تشغيل مشروع مصري تمتلك في أكبر حصة لها في بلد عربي علمت شركة قطر للبترول نجاح تشغيل مشروع مصفات مصطرد الواقعة الشمالية العاصمة المصرية القاهرة التي تمتلك فيها حصة استثمارية تعد الأكبر بين حصصها المملوكة في مشاريع عربية وأفريقية إذن هذا المشروع ليس مشروع عبدالفتاح السيسي وإنما هو مشروع أنتاجته أو مشروع مملوك لشركة قطر للبترول واللي نزلت بيان رسمي هذا البيان أيضا في 10 نوفمبر 2019 بتقول قطر للبترول تعلن التشغيل الناجح لمشروع مصفا مشترك في جمهورية مصر العربية هذا المشروع أيضا تم بداية العمل فيه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي ولم يتم العمل فيه في عهد عبدالفتاح السيسي إنما هو مجرد افتتح هذا المشروع واللي تمتلك فيه قطر نسبة 38.1% في الشركة العربية التي تمتلك أيضا 66.6% في هذا المشروع نشطاء تدول هذه الأخبار بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم ذكر اسم قطر في الافتتاح أو عدم نسبة هذا المشروع للرئيس الراحل محمد مرسي أو على الأقل ذكر نسبة ما تملكه الدولة القطرية أو شركة بيترول قطر في هذا المشروع الناشط أحمد البقري بيقول مشروع مصفات مستردة التي افتتح السيسي اليوم هو إنجاز قطري على أرض مصر بدأ العمل فيه في عام 2012 دخط قطر المليارات في المشروع من عجل نهضة مصر وشعبها وليس كما يروج إعلام الطغية الذي سحق الشعب ونهب خيراته أنها تعمل ضد الشعب المصري عدو مصر هو منبع أرضنا وفرت في حقول جمال سلطان بيقول بالمناسبة مشروع مصفات مسترد الذي يحتفل به السيسي اليوم هو إنجاز قطري على أرض مصر قطر التي تتهم بأنها تعمل على هدم مصر هي مالكة هذا المشروع ودخط فيه مليارات الدولارات دعماً لاقتصاد مصر وخدمة شعبها على كل حال مبروك لمصر والأشقاء في قطر هذا الإنجاز الجديد أما أسامة رجدي فبيقول المشروع الذي يقول السيسي أنه يفتتح اليوم في مسترد هو مجمع ضخم لتكرير البترول من المشروعات الكبرى للرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله باستثمارات قطر للبترول وسبق افتتاحه في نوفمبر الماضي ويعيد بلح افتتاحه حتى يعمل مكلمة اليوم ويوجه رسائله المضللة من هذه الرسائل المضللة التي تحدث عنها عبد الفتاح السيسي في هذا الافتتاح أن هذا المشروع كان قد توقف بسبب فورة يناير 2011 ليرد عليه النشطاء أن هذا المشروع بدأ أصلاً في 2012 ولم يتوقف بسبب تظاهرات 2011 هذا ما جاء على لسان دكتور جمال مهدالي بيقول ما أكذبك أيها الصهيوني مجمع مسترد البترول كيمويات تأسس في 2012 عام الدكتور محمد مرسي رحمه الله بتمويل قطر فورة يناير 2011 هي التي أسست بأموال من تزعم أنهم ضد استقرار ونهضة مصر اليوم تنسب لنفسك ولجيش الكفتة مجهود من سجنته وقتلته واتهمته بالخيانة أيها الخائن أما الإعلامي عبد الفتاح فايد فبيقول مجمع مسترد البترول كيمويات مشروع صناعي الضخم مصدر سعادة لكل مصر غير الصحيح هو الإدعاء بأن فورة يناير وراء تعطيله لأنه أصلاً من مشاريعها حيث بدأ في 2012 وليس الآن وتكلفته لا تعادل 1% من تكلفة العاصمة الإدارية التي كان يمكن بتكلفتها عمل ميت مصنع ضخم وهكذا وهذه هي الأولويات إذن مشروع ضخم بدعم وتمويل شركة قطرية تم إنجازه وتم البداية العمل فيه في العام 2012 في فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي لكن عبدالفتاح سيسي عشان يطلع يتكلم أهي فرصة يكلم المصريين ويكلمهم عن إنجازاته نسب المشروع لنفسه لم يتحدث عن الراحل الذي بدأ هذا المشروع ولم يتحدث أيضاً عن أصحاب المال دولة قطر أو قطر للبترول فاصلوا نكام قبل شهور تقريباً ضل مجموعة من الصيادين المصريين طريقهم في البحر واقتربوا من سواحل غزة بعدما لعبت بهم الأمواك فكان رد أهلنا في غزة أنقذوهم بهذا الشكل وأحسنوا ضيافتهم وأحسنوا استقبلهم ورجعوهم معززين مكرمين لمصر ده اللي حصل مع الصيادين المصريين في دولة الجوار أو في غزة الشقيقة غزة الجار لكن بالفتاح السيسي والنظام العسكري في مصر بيرد الجميل أهلنا في غزة بقتل اتنين أشقاء وإصابة التالت ثم اعتقاله الأشقاء محمود الزعزوع وحسن الزعزوع وياسر الزعزوع لعبت بهم الأمواك في بحر رفح فما كانت من البحرية المصرية وحرص الحدود المصري إلا أن فتحوا عليهم النار دون تحذير أو دون أي تفاهم فقتلوا اتنين وأصابوا التالت واعتقلوه دون مراعاة للجوار أو مراعاة لما فعلته غزة مع المصريين قبل شهور بالرغم أن قبل شهرين أو ثلاثة تقريبا السلطات المصرية أفرجت عن سياح الكلام ده كان في مارس 2019 قبل عام تقريبا مصر أطلاقت صراح إسرائيليين بعد العثور على رصاصات بندقية في أمتعتهم فقط لأنهم إسرائيليين لأنهم حلفاء عبد الفتاح سيسي أما أهلنا في غزة فبيرد عليهم عبد الفتاح سيسي بالنار أما إعلام عبد الفتاح سيسي طلع يبرر طلع المخبر أحمد موسى يتكلم ويهدد أن أي حد هيقرب من حدودنا هنرجعوا مقتوله ده كلام النظام أو كلام المتحدث الإعلامي باسم النظام المخبر أحمد موسى اسمناه أحمد موسى بيقوله عندنا رجالة صحية عبور كده قبل حتى ما توصل عشر سنطي بلا عودة في أي حتة أي حتة عندنا رجالة صحية بحجة الأمن المائي أو بحجة السيطرة على الحدود تم أتل اتنين أشقاء صيادين طلعوا على أكل عيشهم أما مشروع مثلا زي مشروع سد النهضة عبد الفتاح سيسي ما زال يبحث عن التفاوض أما الصيادين فلا تفاوض ولا تفاهم فقط رصاصات هذا ما دونه المصمم الفلسطيني مصمم الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس واللي صمم أو مسل الجيش المصري بالنعامة في موضوع سد النهضة دفن رأسه في المياه أما مع غزة كانت الرصاص هي الرد أو كان الرصاص هو الرد على الصيادين هاشتاج شهداء غزة أو هاشتاج صيادين غزة تصدر مواقع التواصل اجتماعي مع هذه الصور اللي بيظهر فيها حزن أم الصيادين وأبوهم على فقدهم بعد استلام الجسس من هذه التغريدات التي كتبت ما كتبوا الإعلامي ياسر أبو هلالة واللي قال قدر الفلسطينيين أن يحاطوا بصهينة يتحدثون العربية هذا المجرم الوضيع أحمد موسى لا شرف له ولا إنسانية لم تهزوا دموع الأمة التي فقدت أولادها في البحر لا اعتذار ولا عزاء تبنين كامل للجريمة أو تبنين كامل للجريمة الندل يعرف أن جيشه مرتشي وفاسد وجبان وهو من سلم غزة للاحتلال ده ما كانت تحت حمايته سنة سبعة وستين يعني هذا الكلام لأبو هلالة ارجع لي تاني كده هذا الكلام أيضا للإعلامي أبو هلالة وإن كان يتحدث عن عبد الفتاح السيسي نعم عبد الفتاح السيسي مرتشي وفاسد وجبان لكني أعترض بصفتي مصري على هذه الجملة الجيش المصري ليس مرتشي وليس جبان نعم عبد الفتاح السيسي وبعض قيادات الجيش المصري مرتشية ومتعاونة وعميلة إلا أن الجيش المصري جيش وطني وسيبرق نفسه يوما من الأيام أما الإعلامي جو أو يوسف حسين بيقول الجيش المصري أتى لتنين صيادين أشقاء من غزة أثناء سيطهم في بحر رفح مصر بعدما كانت بتقدم شهداء لفلسطين في عهد السيسي أصبحت تقدم جثامين الشهداء لفلسطين أما جابر الحرمي فبيقول البحرية المصرية تقتل بالرصاص صيادين اتنين أشقاء من غزة وتصيب الأخ الثالث لمجرد اقترابهم من المياه المصرية لياصل عدد الصيادين الذين قتلوا بالرصاص البحرية المصرية خلال السنوات الماضية إلى ستة قاتلة في 2019 جرفت المياه قارب مصر عليه السبع صيادين فاستنفر أهل غزة للبحث عنهم فأنقذوا ستة منهم أخيرا جهات حليس بيقول بالأمس القريب قذفت الأمواج قارب صيادين من مصر إلى غزة فما كان منها إلا أنقذتهم وأطعمتهم وألبستهم وأرجعتهم بالورود وحين قذفت الأمواج قارب صيادين من غزة إلى حدود مصر رجعوا لنا قتل مغموسين بالدم اللهم إنا نشكو إليك ضعف قواتنا وقلة حيلتنا وظلم القريب لنا أنت حسبنا ونعم الوكيل كل العزاء لأسر الشهداء في غزة وكل الاعتذار أيضا لأهل غزة وأهل فلسطين عما قام به بعض من منسوب الجيش المصري طبعا امتسالا لتعليمات عبد الفتاح السيسي والقيادة الخائنة للجيش المصري وليس الجيش المصري هذه الصورة ويتم تدولها أيضا بكثافة خلال الأسبوع الماضي لحظة وصول الجفامين من مصر إلى قطاع غزة فاصلوا نكمل أذربيجان وأرمينيا واحدة من الحروب الطويلة أو حروب النفس الطويل بين أذربيجان واحدة من الدول التاج التركي أو دول تركية العظمى الستة كما تسمى والتي تقع بين قارتي أوروبا وأسيا وأرمينيا الواقعة دولة الجوار الواقعة في أسيا هذه الحرب الممتدة لسنوات بسبب الخلاف على منطقة أو على إقليم يقع بين الدولتين أما عن جزور الصراع فهو بسبب هذا الإقليم اللي هو نغرني كاراباخ أو كاراباخ هذا الإقليم الذي اعتاد أن يحدث فيه منواشات بين الجيش الأذاري والجيش الأرميني بدأت الحرب أو بدأت إصراع من سنة 1988 وامتد إلى سنة 1994 بين أرمينيا وأزربيجان خلف هذا الحرب أكثر من 30 ألف قتيل وأدى إلى نزوح مئات الآلاف أغلبهم كان من الشعب الأذاري أما في 1993 سيطر الأرمن على منطقة آمنة داخل هذا الإقليم أو داخل أزربيجان وأدى إلى مقتل عشرات من سكانها هذه المنطقة تبلغ مساحتها 8000 كيلو متر وهي تمثل 20% من مساحة أزربيجان في هذا الوقت امتنع المجتمع الدولي وامتنع العالم عن إدانة هذا الاعتداء المدعوم من روسيا والمدعوم من بعض القوى العظمى في العالم إلا أن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1994 بعد انتصار الطرف الأرميني إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام وظل الحال على ما هو عليه إلا قبل أيام حينما أعلنت أرمينيا على الصفحة الرسمية الحرب بهذه الصورة هذه الصورة والذعر فيها قصة أرميني يحمل الصليف في يده ويحمل السلاح في اليد الآخر معتبروا البعض إعلان حرب وفعلا بدأت الحرب تدق الطبول بين أزربيجان وأرمينيا هذه الحرب بغض النظر يعني بغض النظر عن التفاوت خلال السنوات الماضية في العدة والعتاد أزربيجان عدد جيشها تقريبا مية ستة وعشرين ألف في حين أن أرمينيا عدد الجيش فقط خمسة واربعين ألف مقاتل واختلاف شاسع استطاعت أزربيجان خلال العشر سنوات الماضية أن تحققوا في القوة الجوية وعدد الدبابات والمضرعات وميزانية الدفاع طبعا كل هذا بسبب التحالف ما بين الجيش الأذاري والجيش التركي هذا التحالف أو تحت ما يسمى بتركيا العظمة أو دول التاج التركي الكبير الرئيس التركي رجل طيب أردوغان خلال الأيام اللي فاتت كان له الكثير من التصريحات أهمها الشعب التركي يقف بكل إمكانياتي إلى جانب الشقيقة أو إلى جانب الشعب الأذاري المجتمع الدولي لم يستطيع إبداء الموقف اللازم حيال العدوان الاستفزازي لأرمينيا تركيا ستواصل تعزيز تضامنها مع الأشقاء في أزربيجان انطلاقا من مبدأ شعب واحد في دولته أدعو الشعب الأرميني للحفاظ على مستقبله في وجه حكامه الذين يجرونه إلى الكارثة بعد هذه التصريح وهذه التصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وباستخدام بعض من العدة أو العتاد التركي تحديدا الطائرة المسيرة التركية الشهيرة ظهر هذا الفيديو ونشر بكثافة على مواقع التواصل اجتماعي لحظة خوف أحد الجنود الأرمينيين بسبب القصف الأذربي تضامن واسع على مواقع التواصل اجتماعي من العرب والمسلمين مع شعب أزربيجان بسبب الاعتداء أو اعتداء أرميني ما كتب المحلل والكاتب التركي حمزة كين قال رئيس وزراء أرمينيا جيش يعتدي على المدنيين الأذريين ويعلن الحرب على أزربيجان ظن أن أزربيجان لوحدها ولكن مع تدخل التركي السياسي والعسكري والاستخبارات الذي قلب الموازين خلال ساعتين فقط يخرج علينا الآن ليصرخ على العالم أن يمنع تركيا من عملية عسكرية في قرباغ المحتل الزميل هيسم أبو خليل بيقول آمت الدنيا ولم تقعد لصعود خطيب أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا المنبر بالسيف فهل تقوم بعد نشر الحساب الرسمي لأرمينيا صورة راجل يحمل الصليب بيده وبندقية في اليد الأخرى بعد ازدياد التوتر مع أزربيجان التي يدين 93% منها بالسكان من الذي يحول الآن الخلافات لحرب دينية في استحضار لهذه الصورة الشهيرة لرئيس الأوقاف الإسلامية في افتتاح مسجد آيا صوفيا عندما صعد المنبر حاملا السيف وحملة انتقادات واسعة لم نرى هذه الانتقادات لهذا القص الأرميني الذي خرج حاملا السلاح وفي يده الصليب أما هذا الفيديو كان واحد من أكثر الفيديوهات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ويظهر فيه هذه المزيعة الأذارية في التلفزيون الرسمي وهي تقول بيان سيتارد الاجتماعي بالتعاون مع الاجتماعي التركي على بعض من أرضه المحتل ولكن نها تبكي من الفرح نتر بيزولين دورت كندي وجابرالين سي اكي كندي إشغال دان أزاد إدلب دموع الفرح كل التهنئة للشعب الأذاري وكل التهنئة للمظلومين في كل مكان في العالم وكل حد تم أخذ أرضه لكن كالعادة التلفزيون السعودي والإعلام الإماراتي يغرد خارج السر قناة العربية التابعة للمملكة العربية السعودية وصفت ما تقوم به أزربيجان بأنها اعتداء قالت العربية تصاعد المعارك وأرمينيا أزربيجان توسع عدوانها بدعم تركي إذن لم تصفوا العربية بأنها حرب لاستعادة الأرض ولم تصفها أنها رد لعدوان أرمينيا لكنها وصفتها عدوان فقط لمجرد تواجد تركيا في المشهد أو لأن أزربيجان مظلومة وكما تعلمون السعودية والإمارات دائما مع الظالم ضد المظلوم فاصلوا نكمل قبل أيام من انتخابات أمريكية مرتقبة هذه الانتخابات وهذا الصراع الشديد ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري واللي بدأ بعشر مرشحين عن الحزب الديمقراطي وعشر مرشحين عن الحزب الجمهوري انتهى بصراع ومواجهة ما بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وجو بايدن المرشح الرئاسي حرب كلامية خلال الشهور الماضية وصلك هذه الحرب لتبادل التهم والشتائم وتبادل الاتهامات كل يوم تقريبا إما في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في المؤتمرات الجمهورية يعتدي دونالد ترامب على جو بايدن ويعتدي جو بايدن على دونالد ترامب أمس في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة وصفها البعض أنها كانت مجرد حرب كلامية والبعض أيضا وصف هذه المناظرة أنها كانت كلام الشوارع كما قالت وولستريت جورنال أن هذه المناظرة مناظرة مرتبكة وصف فيها جو بايدن دونالد ترامب أنه متهور وقال له إخرص فيرد ترامب على أن جو بايدن قليل الخبرة وأنه لا يمتلك عقل وأنه لا يستطيع التحكم في أعصاب لكن بعد انتهاء هذه المناظرة وكالعادة خرجت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم جو بايدن على دونالد ترامب بنسبة تفوق الضعف يبدأ النشطاء على مواقع التواصل اجتماعي التعليق على هذه المناظرة خصوصا هذا الجزء تحديدا الذي تحدث فيه جو بايدن باستخدام عبارة إن شاء الله تهكما على سؤال دونالد ترامب عن دفع أموال الضرائب المتهم بها حنتبه. سألتك فقط. ستعلمنا كمك تساعدت في عدد المنزل في 2016 و 2017؟ مليونة دولار. تساعدت مليونة دولار؟ مليونة دولار. ليس 750. مليونة دولار. وستطيع أن ترى. وستطيع أن ترى. ولكن دعني أكبر. إن شاء الله أو متى إن شاء الله استخدامها جو بايدن لأتهكم على دونالد ترامب الذي تهرب خلال عشر سنوات من دفع أموال الضرائب. علق الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه المناظرة. منهم الإعلامية مية عزام واللي قالت على هامش مناظرة ترامب بايدن. فاكر آخر مناظرة بين المتنافسين على مقعد رئاسة مصر. كانت إمتى يا مواطن؟ ياه. كانت مرة وعدت ومصر عادت لرشدة. أما بهي الدين حسن فبيقول ملخص مناظرة أمس بايدن إخرص. سيد الرئيس. لماذا لا يأخذ ترامب إلى السجن الحربي اقتداءاً بدكتاتوره المفضل؟ مروفوسير سياسي بيقول ملخص المناظرة بين ترامب وبايدن. بايدن استطاع أن يكسب المناظرة. ويضع ترامب في صورة الضعيف والجاهل والنصاب المتهرب من الضرائب والمتآمر. على الذين فقدوا حياتهم بسبب كورونا. أعتقد ستزداد شعبيت بايدن بعد هذه المناظرة. اهتمام عربي واسع بهذه المناظرة. وأيضاً بالانتخابات الأمريكية المرتقبة. والتي ربما تغيير دونالد ترامب بجو بايدن يؤثر على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ما يؤثر أيضاً على الشعوب العربية وبعض الحكام الذين يدعمهم ترامب. أما جو بايدن فعلق بعد انتهاء هذه المناظرة بتغريدة على حسابه الرسمي على تويتر. وصف دونالد ترامب بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. فيما التزم ترامب الصمت حتى هذه اللحظة. فاصل نكمل. أما عن شخصية هذا الأسبوع فهو أمير الكويت الراحل الشيخ الصباح أحمد الصباح. والذي تم إعلان وفاته أمس في التلفزيون الكويتي الرسمي. ليتصدر واسمع الصباح أحمد الصباح مواقع التواصل الاجتماعي وحزن. ورثاء لهذا الرجل المشهور باسم أمير الإنسانية آخر المدافعين عن القضية الفلسطينية. الذي وقف ورفض التطبيع قبل وفاته بأيام. رؤساء وأمراء وأمراء وقيادات العالم. نعت الشيخ والأمير صباح أحمد الصباح. منهم الرئيس التركي رجب طيب أردغان. والذي قال تلقينا ببالغ الحزن والأسنبأ وفاة أمير دولة الكويت. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة. الخالصة للشعب الكويت الشقيق. سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. أما الأمير تميم بن حمد بيقول. ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والد الجميع. الشيخ صباح أمير دولة الكويت. الذي فقد العالم برحيله منارة الإنسانية. ورمزها باسم الشعب القطري. وباسم نعزي وليل عهد الشيخ نواف. والشعب الكويت الشقيق. وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير. إن الله وإن إله رجعون. الدكتور يوسف القرداوي بيقول. رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. أمير دولة الكويت. عرفته منذ سنوات طويلة. وكان رجلا حكيما أحب شعبه. وأحبوه. وضع وحدة الخليج وقضايا الأمة العربية. وعلى رأسها القضية الفلسطينية. من أهم أولويات عمله الدبلوماسي. قبل ساعات تم حلف اليمين. من قبل وليل عهد الشيخ نواف. ليكون أميرا لدولة الكويت. الشيخ نواف الأحمد الصباح. والذي حلف اليمين صباح اليوم. أمام مجلس النواب الكويتي. أما عن نظام الحكم في الكويت. فهو يعتمد ألية انتقال السلطة. وهو نظام ورافي دستوري. يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة. من دورية مبارك الصباح. وهذا ما حدث صباح اليوم. من انتقال السلطة. بعد وفاة الأمير الصباح أحمد. الصباح إلى أخيه. وشقيقه الغير يعني أخوه الغير شقيق. الشيخ والأمير نواف الصباح أحمد. كل العزاء وكل يعني تمنيات الرحمة للراحل. وعزائنا لشعب الكويت الشقيق. فاصل ونكمل. مشاهدين أو جيمة عدنا مع فقرة ما تصدقش. كالعادة في هذه الفقرة بقولك ما تصدقش كل حاجة بتشوفها أو تسمعها أو تقراها على مواقع التواصل الاجتماعي. لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بأخصبة للشائعات والأخبار المزيفة. خلينا نبدأ سريعا من أخبار جمعة الغدب والتظاهرات التي عمت أنحاء البلاد وأنحاء مصر خلال الأسبوعين الماضيين. والتي تبعها العديد من الأخبار المزيفة والمصبركة. من هذا الخبر واللي نشر على العديد من الحسابات ما يزيد عن 13 ألف مشاركة لهذه الصورة. وهذا الخبر بعنوان أسيسي يتفقد أعمال تطوير المشروعات بشوارع القاهرة. أسيسي الوحيد اللي نزل يوم الثورة يدور على الخرفة. وهذه الصورة و... يعني... قالوا أن هذه الصورة من شوارع القاهرة. وأنها يوم جمعة الغدب. لكن بالبحث عن أصل هذه الصورة. وهذا الخبر وجدنا أنه مزيف. وأن هذه الصورة تعود للعام 2019. يوم 18 عام 2019. والسيسي كان يتفقد الأعمال الإنشائية بمصر الجديدة. ويلتقي عدد من العاملين. وليست من شوارع القاهرة. كما قالوا أو زعموا. وليست من يوم جمعة الغدب. 25 سبتمبر 2020. خبر المزيف اللي بعد كده أيضا. على غرار نفس خبر عبدالفتاح السيسي. أن وزير الشباب أو وزير السياحة في جمعة الغدب خد 30 سفير أجنابي. ولف بهم شوارع القاهرة بالدرجات. عشان يأكد للعالم كله كذب قناة الجزيرة وتركيا. واشهبوه لوزير السياحة. وهذه الصورة اللي نشرت أيضا بكثافة على بعض الحسابات المؤيدة. العبدالفتاح السيسي والنظام أكثر من 31 ألف مشاركة لهذه الصورة. وهذا الخبر منهم جريدة الدستور وبعض المنصات الإعلامية. لكن بالبحث عن أصل هذه الصورة وجدنا أنها تعود لـ 26 سبتمبر. يعني أو 25 سبتمبر يوم جمعة الغدب. لكنها ليست من شوارع القاهرة كما زعمه وإنما من شرم الشيخ. أي بعيدا عن منطقة الأحداث والقاهرة والجيزة وأماكن الاعتراض. أيضا من الأخبار المزيفة التي وقع فيها بعض معارضي عبدالفتاح السيسي. نشر هذه الصورة مع أخبار سقوط شهداء في الجيزة وتسمية اتنين أو ثلاثة منهم. نشر بعض هذه الصورة لأنها صورة الشهيد الثاني خلال انتفاضة جمعة الغدب 25 سبتمبر. وبالبحث عن أصل هذه الصورة وجدنا أنها مش من مصر ومش في يوم جمعة الغدب 25 سبتمبر. لكن من العراق وتعود لـ 26 أكتوبر في العام 2019 وهي الأحد الشباب الذي قتل على يد بعض ميليشيات إيران واسمه منتظر علي. إذن هذه الصورة ليست لشهيد مصري ولا في ألجيزة ولا تعود لجمعة الغدب. إنما هي من العراق قبل عام تقريبا لشاب إيران. مع الأسف وقتنا انتهى. مازال في كتير من الأخبار المزيفة. كنا نتمنى أن أعرضها لحضراتكم. لكن نكملها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. الأربع اللي جاي قبل ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة من شير. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة